علم تفسير أحلام ده بيرجع لإيه؟ هل هو علم إحنا بديتعلمه؟ أوكي ولا بالخبرة؟ ولا بالشفافية؟ ولا بإيه؟ أول حاجة أقولك يا رضوة أن علم تفسير الأحلام دايماً الناس تسأل هل هو دراسة؟ ولا بيبقى موهبة؟ أنا سابق حتى نوهت عن الموضوع ده كتير قوي هو مش دراسة إطلاقاً لأنه لا يدرس في جامعات ولا له معاهد يعني علم غير أكاديمي ما ينفعش أقول أنه علم له دراسة واللي يقول لنا يجي يقول لنا أصلاً يدير استعلم تفسير أحلام ده بحد يتحكي علينا طمعين؟ لكن هي موهبة من عند ربنا بتعتمد بقى على إلهام المعبر يعني حاجة كده بتبتدي وإنتي بتقصي علي الرؤية أبتدي أقولك آه دي هتبقى وتبقى وتبقى وفك الرمزية اللي موجودة في المنام هي مش طبعاً مش علم غيبيات ملنش ده حاشة لله طبعاً أنه يبقى علم غيبيات لا هو رمزي بيبقى وموجود قدامي بنفسره بنفكه فبيبقى بناء على حاجة كده من عند ربنا ربنا بيدها لنا وبنبتدي بقى نشتغل عليها لازم بقى ننميها طول الوقت إن احنا بنشتغل على التفسير طول الوقت وطول الوقت وكده وربنا بعدها بيفتح على الإنسان اللي بيبقى عنده الموهبة دي تايب تايرو بيبقى